اعلن المهندس كمال بن احمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء اطلاق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء والذي يتيح للمشتركين الراغبين اختياريا الحصول على مرونة اكبر من خلال فاتورة ثابتة طوال العام نعم واضاف رئيس الهيئة ان النظام يأتي ضمن حزمة المبادرات التطويرية التي تعمل عليها الهيئة في سبيل تقديم افضل الخدمات والحلول المطورة لمشتركيها وضمان توفير خدمات مستدامة وبعلى مستوى من الجودة واشار الى مساهمة هذا النظام في تنظيم عملية السداد والاستهلاك حيث تعد خدمة اختيارية تتيح لجميع المشتركين امكانية تخصيص فاتورة ثابتة شهريا طوال العام بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لاخر 12 شهرا وبالاشتراك بالنظام سيضمن المشترك عدم انقطاع الكهرباء طوال العام مع العلم بان الفاتورة الشهرية ستتضمن على كافة البيانات من مبلغ السداد الثابت الذي تم تحديده بناء على معدل الاستهلاك الفعلي لاخر 12 شهرا